السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ورحمة الله وبركاته اليوم محادثة جديدة محادثة قصيرة جديدة معنا في هذا الدرس المحادثة الإنجليزية محادثة قصيرة بعنوان Why are you out of mood Why are you out of mood لما أنت في غير مزاجك أو لما مزاجك معكر أو غير مزاجك يعني مخارج مزاجك غير مزاجك أو مزاجك غير طبيعي بصفة عامة أنا out of mood يعني غير مزاجك طبيعي أو يعني غير مزاجك طبيعي غير مزاجك طبيعي تمام ندخل في شرح هذا المحادثة المحادثة يدور بين شخصين مهدي وسالم أول طرف هو معنا مهدي مهدي You seem to be out of mood You seem to be out of mood You seem You seem to be تبدو وكأنك out of mood خارج المزاج الطبيعي غير المزاج الطبيعي Are you being worried Are you being worried يعني هل تعاني من القلق سالم I made a big mistake I made a big mistake I made a big mistake غلطة كبيرة This morning هذا الصباح I went into a closed road At full speed I went to a closed road ذهبت إلى أو في داخل أو داخل هنا هذه منتو تعني في أو إلى أو داخل للفعل إذا أتهب إذا أتى في جملة تدول على حركة فقط هنا في went ذهب إذا ندول على حركة طريق شارع I went into a closed road ذهبت إلى طريق ذهبت في أو مشيت في أو قدت السيارة في طريق مغلق At full speed في سرعة متزايدة أو في سرعة شديدة I went to a closed road at full speed مشيت في طريق مغلق في سرعة متزايدة على سرعة متزايدة أو على سرعة شديدة A policeman followed me A policeman رجل الأمن followed me تابعني أو مشاورة لحقني يعني عدد مع تعبير بسرعة للفصحة واحد تابعني تابعني and told me to stop وأخبرني أن أقف A policeman followed me and told me to stop رجل الأمن تابعني وطلب مني أن أقف مهدي Is that all Is that all هل هذا كل شيء I mean What did he do I mean أنا أعني What did he do ماذا فعل ماذا فعل في الماضي Did he do ماذا فعل هل أعطاك مخالفة ماذا فعل هنا مخالفة في هذا السياق تعني مخالفة بينما هي في العموم تذكرة تذكرة مخالفة لكن في هذا السياق بالذات تعني مخالفة هل كان بخالف سالم محجز السيارة؟ كان يحجز السيارة كان يحجز السيارة going to attach سوف يحجز أو هنا was going كان السوف يحجز كان سيحجز the car السيارة because I was going in the wrong direction because لأن I was going كنت ماشي أو كنت أقود بمعنى حسب السياق I was going كنت أقود in the wrong direction في التجاه الخطأ أو التجاه الخاطئ مهدي did you pay a fine did you pay a fine هل دفعت مخالفة pay a fine يدفع مخالفة fine هنا تعني برضه مخالفة عفوا fine غرامة وهنا ticket مخالفة نقطة مهم جدا احفظوها fine تعني دائما غرامة غرامة مالية غير إنها fine تجيب معنى ثاني على ما يرام إذن سالم 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 I had to pay a fine of five thousand seven pounds I had to pay كان علي أن أدفع هنا هاد تعني سمعاني شو علي أن أدفع غرامة of five thousand سوريان باونز من أو مكلفة أو يعني كان مطلوب مني كان علي أن أدفع غرامة آآ تبلغ of هنا تعني بمعنى تبلغ of تعني تبلغ تبلغ خمسة آلاف آآ ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية مهدي did you have the wholesome did you have the wholesome did you have the wholesome did you have هل كان لديك أو هل امتلكت the wholesome المبلغ كاملا هنا سالم يرد عليه I had to phone my dad I had to phone من كان علي أن أتصل my dad بوالدي من غير ما نقول I had to phone to my dad من كان أتصل بوالدي أو with my dad أو أي حفجر يعني I had to phone my dad كده صحيح 100% مدون إضافة أي حفجر بعد phone يعني نقول and to to نقول أنا أتصل بوالدي لا I had to phone my dad على طول بشكل سريع طيب ندخل بالvocabulary مفردات vocabulary نشوف كم مفرد كل هذه مفردات من القصة هذه من محارث هذه القصيرة ندخل في شرحها seem to be seem to be يبدو أن out of mood out of mood في غير المزاج الطبيعي being worried being worried being worried يعاني من القلق mistake mistake خطأ أو غلطة بس معنى غلطة أكثر من معنى خطأ يعني خطأ قليل لما يتكون بمعنى خطأ يعني formal أكثر الأساسي أكثر بمعنى بالنسبة لهذه الكلمة هو غلطة مو خطأ بس خطأ يعني حالات قريلة ممكن تكون معنى خطأ close road close road بريق مغلق fall speed fall speed سرعة شديدة wrong direction wrong direction الاتجام خطأ attach 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 تحتوي على عدة معاني لكن في هذا المعنى في هذا السياق لا تحتوي إلى معنى واحد وهو يحجز يحجز السيارة شرطين مروح السيارة أما اللي بعدها pay pay يدفع أو بعض الحالات تأتي بمعنى دفعة هو الفعل والاسم thousand 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 الف ممكن نوضيف له حرف الاس وتصير عفوا هذا حرف الاس وتصير thousands الاف أو الافات policeman policeman شرطي بصفة عامة شرطي phone phone عفوا phone 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 يعني يتصل أو اتصال أو ممكن تأتي بمعنى كمان مكالمة 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 followed 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 تعني تابع ticket 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 مخالفة أو تذكرة فهذا السياق مخالفة لكن بمعنى عام بصفة عامة تعني تذكرة تذكر تذكر السينما تذكر ملاهي المهم i had i had كلمة جبارة هذي تحتوي على أربع خمسة معاني شرطي هذي معانيها i had اضطررت أن احتجت أن كان علي أن كان عندي مرة ثانية مرة ثانية i had اضطررت أن احتجت أن كان علي أن كان عندي دائما تجب عندي بصفة الماضي إن هذي الماضي من هذي هذي الماضي والتصريف الثالث من الفعل الشاب بالنسبة للفعل هذي بصفة عامة parlor traffic policeman traffic policemen شرطي مرور police officer police officer police officer police officer officer بابط شرطة تمام كذا يكونوا سنة أو السنة على الترس كذا للك وشغلا ن Theater الفيديو اللي راجي بتعومي الفائدة والضغط على زر سبسكرايب للاشتراك في القناة ويصلك كل جديد طبعا كم انتقص انتهت من الحالظة لكن اللي حاب يغير يضغط علامة تويب او يخل على فيديو ثاني انا بس بقوم بشرح هذا هي النقطة علامة تفعيل كيف انفعلت انبيهات من اي قناة اول شي بديوكم احبابين بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب بعدها بديوكم ضغط سر الجرس بعد زر الجرس بعد زر الاشتراك من نفسه علامة الاشتراك تحت الفيديو بيض علامة الجرس رسال جميع المتعليقات رسال جميع الشعارات بشأن هذه القناة او سيني نوتيفكيشن رسال جميع اشتراك من هذه القناة سوي صح جنبها تحت موافق خلاص بيجي خط كده خط كده على الجرس معانا تفاعلت انبيهات وديكم حبابين بالضغط على زر لايك تحفيز لهذا الفيديو ومشاركة الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لتعمل فائدة والتعليقات لتعمل التواصل معانا على التعليقات وهذا كان فكرة كلها اتمنى ان ما كنت طولت اليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة